مرحبا بكم أعزائي الفيلمرز العظماء في كل مكان البوستر الفني هو بوستر يعبر عن رمزية أو فنية أو تفاصيل معينة في الفيلم أو المسلسل يختلف عن البوستر الأصلي المعبر عن الفيلم أو المسلسل يكون هدفه غالبا أنه يبيعك أو يشدك أو يجذبك بينما البوستر الفني من الممكن أن يكون صمموا أجهات مختلفة شركة ما زي Criterion Collection أو أي شركة مثلا اشترت حقوق هذا المنتج وعملت له بوستر خاص فيها أو ممكن يكون معجب أو فان زي وزيك شاف الفيلم أو المسلسل وعجبه واختار أنه يصمم بوستر بوجهة نظره عن تفاصيل أو رمزيات معينة يحب أنه يبرزها في البوستر واليوم اخترنا أنه نكلمكم عن البوسترات الفنية اللي غطينا فيها جدار فيلمر وفي نهاية الفيديو حقول لكم فين تلاقوا هذه البوسترات الفنية أونلاين وكيف تقدروا تطبعوها ويصير عندكم جدار مليان بوسترات لمنتجاتكم المفضلة زي جدار فيلمر فلتس جو مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي الفيلمر في صومعة فيلمر حيث السينما ولا شيء غير السينما أو يمكن كمان مسلسلات فلا شيء سوى المنتجات المرئية وخلونا نبدأ ببوستراتنا الفنية في الجزء السفلي من جدار فيلمر ونبدأ بأول بوستر في الجهة اليمنى طبعا تلاحظ البوستر اخترناه لأنه ألوانه فيها من الائدنتي حق فيلمر الأسود والأبيض والأحمر وفيه له كل الشخصيات تقريبا اللي في المسلسة الابتداء في الفيلم ابتداء من هتلر هانز لاندا والإنجلوريوس باسترات نفسهم وفيه اقتباس كوتا رهيبة لبراد بيت لمن يقول فإنجلوريوس باسترات أول واحد تحته مباشرة في صندوق ومكتوب تحته فيلم بايد فينشر حعطيك ثلاثة ثوانية عشان تتوقع ايش هو صندوق ديفيد فينشر صندوق نعم سيفن بايد فينشر فيلم رهيب بطولة براد بيت أيضا تحت مرة في هذا البوستر موجود من أيام الستة الأول حق فيلم بوسترات القديمة وفيه جزيرة وعليها سجن جزيرة سجن نعم هو الكتراز فيه فيلم اسمه Escape from الكتراز حقيقة شفته من زمان جدا وما أفتكره بس البوستر أنا أخدته من زيارتي لسجن الكتراز في مدينة سان فرانسيسكو نجي الآن على اليمين حتلاحظ The God Father The God Father أيضا من البوسترات اللي موجودة وما هان عليّ لما نجينا نغطي بالبوسترات الفنية الجديدة إني أشيله فهذا بوستر أصلي للفيلم ليس بوستر فني بعد شوية حواريكم بوستر فني لـ God Father خليكم معايا هذا البوستر الأصلي عليه وجه فيتو كورليون واسم The God Father تحت مباشرة عندنا هذا البوستر الكبير صديقك ليفاي أكرمان من أنيمي التاكون تايتن البوستر فني رائع في له ليفاي واقف من غير لابس بس التيشيرت الداخلي وبنطلون والحزام وتحت عندك عدة السيوف والأسلحة على الأرض وفيه هناك تحت كمان الوشاح حق الكشافة فتصميمه أنيق جدا وبديع وشخصية ليفاي من الشخصيات المفضلة جدا عندي في Attack on Titan نجي هنا لـ Pulp Fiction باي كوينتين تارنتينو كمان بوستر بسيط جدا صحيح فني بس ما في له تفاصيل كثير في له أما ثورمان، سامويل جاكسون وجون ترافولتا بالأبيض والأسود وعلامة Pulp Fiction طبعا اللي عجبني فيه أيضا أنه هويته أو ألوانه فيها من الألوان حقه هوية فيلمر فوق عندنا Shutter Island و Interstellar هكلمكم عنهم في الجزء العلوي خلينا نروح لتحت Pulp Fiction Say My Name والترك ما غيره فمين هيكون لا شك أنه Breaking Bad المسلسل الرائع Breaking Bad برضو كان بوستر كبير بس غطيناه وخلينا Say My Name والترك فتفاصيل، هذا اللي يميز البوسترات الفنية، تفاصيل من جوة العمل نيجي الآن لجزء الأيسر The Big Lebowski The Big Lebowski البوستر الأصلي حقه عجبني لطيف بس هذا بوستر في له كل الكاركترز الموجودة في الفيلم من أولهم لآخرهم ابتداء من الدود لصاحب الشركة الأصلع الثري للعين لصديقه اللي بغي يسير يهودي وحلى شيء أنه في نص البوستر، ويمكن هذا السبب اللي خلاني أخذ البوستر في اللي هو عدوهم في البولنغ، هذاك الملحوس اللي قعد يلعب في الكورة، نسيت اسم الممثل حاليين بس أنا جدا جدا أحب الفيلم وأحب هذا الكاركتر يقتلني ضحك الممثل نفسه شفته في مسلسل قصير على HBO اسمه The Night Off بشخصية محامي رائع جدا الممثل تحته مباشرة عندك ريوكو وكيرا لايتو كون اللي هم من أنيمية المفضل ديث نوت طبعا ديث نوت اللي يعرفني يعرف جدا أقدره عشان كده موجود في موضعين في جدار فيلمرة هنا من الستة القديم ما غطيناه وموجود أيضا الجزء العلوي حواريكم إياه لما نطلع فوق بجانبهم 2001 Space Odyssey تارارا ستانلي كيوبريك طبعا لو تلاحظ البوستر معمولة فيه الكلر بالتس أو الألوان درجات الألوان بنفس الألوان حق الستارغايت سيكوينس اللي في نهاية الفيلم لما تدخل شخصيتنا الرئيسية في الثقب ويبدأ يخش وتجيلوا الألوان الغريبة هذا السيكوينس المشهور جدا من الفيلم تم تصميم البوستر انسبايرد باي هذاك السيكوينس وعندنا شخصية الفضائي واقفة في النص وال 2001 Space Odyssey تحت مباشرة عندنا جزء صغير لمسلسل The Man in the High Castle وفيه كلوزب على الكرافيت أو ربطة العنق اللي يلبسها الأوبر جروبن في يوهرر جون سيمت شخصية جدا جدا رائعة ومهيبة في مسلسل الضمان The High Castle وعجبني جدا أنهم صمموا بوستر خاص دو جنب ربطة العنق ستلاقي انعكاس ظله وهو واقف وقفة قائد نازي مبجل البوستر بشكل عام لمسني جدا أتوقع كذا خلصنا خلصنا البوسترات اللي في الفريم عدان العيب عديني البوسترات في عندنا صديقة فيلمر ميسم ميسم مصممة رائعة وصديقتنا سأضع لكم حسابها في انستغرام تحت في خانة الوصف الكل يروح يشوف شغلها شغلها جدا ممتع أرسلت لنا ثلاثة بوسترات فنية بديعة أبغى أشاركها معاكم عندنا أولها 2001 Space Odyssey أول شيء اللي عجبني في شغل ميسم إنها تسوي بوسترات فنية باللغة العربية بمعنى تشوف تفاصيل وتشوف فكري يعني الإنسان اللي عمل البوستر شاف الفيلم وما حد يقدر يفهم البوستر بشكل كامل إلا اللي شاف الفيلم فعندك في 2001 Space Odyssey رائد الفضاء أو لبس رائد الفضاء بس مين اللي جوته القرد وماسك عظمة وبالعظمة كسر اللي هي الآلة أو حطم جزء من السفينة سفينة الفضاء أو المكوك فاللي شاف 2001 Space Odyssey من البداية للنهاية حيفهم الثيم والرسائل اللي كيوبريك قدمها وحيفهم إنه البوستر هذا ما نعم العبث فيه تفاصيل تفاصيل جدا رهيب 2001 Space Odyssey وهي مكتوبة بالعربي ستان لي كيوبريك تفاصيل رائعة شكرا ميسم أيضا أعطتنا ميسم بوستر ثاني وهو لمسلسل دارك زي ما تلاحظوا فيه التراي كترة اللي هي الثلاثية البداية هي النهاية النهاية هي البداية وتحت مكتوب دارك باللغة العربية والراء مقلوبة تفاصيل رائع جدا البوستر الفني الأخير من صديقتنا هو لي The God Father اللي يعرف هذا الفريم اللي شاف The God Father يعرف إنه هذا الفريم تقريبا آخر فريم في الفيلم لما نوقفت شخصية ألفتشينو وفيه واحد قاعد يقبل يده وخلاص تقريبا صار هو The God Father وهذا من المفترض أنه هو الباب وكانت الكاميرا الخارجة وقفلت شاشة سودة وانتهى الفيلم فهي عملت من الباب الجاكت حق شخصية فيتو كورليوني أبو ال God Father الأصلي فبانت هنا الوردة اللي هو لابسها وأصبح هذا هو الباب بدعة شكرا ميسم الكل يروح يشوف شغلها على إنستجرام والآن نطلع للجزء العلوي عشان نكلمكم عن باقي بوسترات في المر في الجزء العلوي عندنا في أقصى اليمين زي منتم لاحظين الو ديس الو لو لايتو المحقق العريق العظيم الرائع بوضعة إصبعه الغريبة داخل فمه أثناء التفكير شخصيتي الإنماوية المفضلة تحته مباشرة عندنا المعلم فلتشر وتحت فيه هنا وهو قاعد يلعب درامز الشخصية الرئيسية في فيلم ويب لاش المعلم فلتشر شخصية طرثة عليها كثيرا الصراحة شخصية توريك إنه العظمة يحتاج تضحي تكون عظيم لازم تضحي فلتشر ويب لاش فيلم عظيم ديمين شازيل موجود في ديركتر سكل ديمين شازيل الكل يروح يشوفه عندنا بعدهم مباشرة ميمنتو لكريستفور نولان ميمنتو في مكانته خاصة عندي البوستر الرسمي برضو في له صورة البولورايد هذه لكن الميمنتو ليش مكانته مميزة لأنه تقريبا أول فيلم دي بيو فيتشر طلع نولان للعالم والفيلم تصميمه خرافي تركيبة وستركتر حقه خرافية فميمنتو ومكتوب السلوغان اللي هو بعض الذكريات من الأفضل أن تنسل تحت مباشرة عندنا دوكتر سترينج لوب كالعكس فالربطة العنق حقته فيها قنبلة نووية دي تيلز دي تيلز هو جالس على كرزي حقه الرسم جدا جدا دقيق ورائع جنبه مباشرة بنطلع لي العريق دي ايرشمن العظيم دي ايرشمن وهذا بوستر فني رغم أنه ألوان البوستر الأصلي دي ايرشمن فيها من هوية فيلم الأسود والأحمر إلى أن هذا البوستر عجبني لأنه مرة يعبر عن شخصية دينيرو اللي هو فرانك شيران داخل فيلم دي ايرشمن عيونه مقفلة معمي مو شايف وتحت فيه معلومات المخرج والممثلين بوستر جيد تحته عندنا شتر آيلاند أي من مارتين سكورسيزي اللي شاف شتر آيلاند يعرف بالضبط ليش موجودة صورة دي كابريو مخه مفتوح وداخل مخه فيه كبريت ما حقدر أتكلم أكثر من كده بس بوستر جدا 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 معبر عن فيلم رائع بنهاية أروع لازم الكل يشوفه نيجي الآن للجهات اليسرى عندنا الشيرلوك هذا البوستر له قصة جدا رائعة طبعا فكرة ألوانه حلوة عاجبتني الكلار بالتس البرتقالي والأزرق وعندك صورة موريارتي كبيرة وقدامها شيرلوك بتفاصيل ودقة في الرسم ومكتوب اسم شيرلوك البوستر ذا قصته أن المصمم حق البوستر طلع شخص عربي وعنده حساب في انستغرام سأضع حسابه لكم أيضا في الديسكريبشن الكل يروح يشوف شغله شغل وبديع وبعد ما حطيت البوستر جاء كلمني واعتذرت منه كثير لأني ما كنت أعرف أنه هو صاحب البوستر وما خذت إذنه لكن كان باللطفة الكافية اللي يسمح لنا نخلي البوستر حنخلي الدسكريبشن عنده بوستره ثاني رهيب هذا شيرلوك بيكي بلايندرس باين معانا إيادي بيكي بلايندرس طبعا برضو الأحمر والأسود لون الهوية وموجود صورة تومي وورا عماير وجسور حق بيرمينغهم رهيبة فوق فيه انسبشن مباين بس عموما طرف فيه انسبشن عشان لا تقولوا أنه ينقصر مع نولان تحت بيكي بلايندرس The Shining اتفقنا نفس التصميم الملون حق دكتور سترينجلوف بس موجود شخصية جاك نيكلسن وهو قاعد على الآلة الكاتبة ومكتوب اللي موجودة في النهاية الرائعة لتحفد الرعب الحديث لستانلي كيوبريك The Shining Interstellar هذا الفيلم الخرافي اللي تقريبا الأول الأول كان 2001 Space Odyssey والثاني كان Interstellar في أفضل أفلام الفضاء في قائمتنا الأفضل عشر أفلام فضاء البوستر جدا رائع جدا والتفاصيل اللي فيه فوق فيه عندك الكواكب والمجرة وبعدين فيه الشخصيات وهي كذا مصمم التصميم طولي وكأنها Transcending Into Space بطريقة خرافية وتحت عندك الغبار والمدن واللي كان يصير في المدينة وفيه هنا علامات للصليب وقبور تفاصيل تفاصيل ومكتوبة أيضا الاقتباس الرائع Our destiny lies above us قدرنا يكمن فوقنا فانترستيلار مع انسبشن مع بمينتو نولان ماهو مقصر في الجدار سكورسيزي ماهو مقصر كيوبريك ماهو مقصر هذه كانت بوستراتنا في جدار فيلمر خلوكم معايا عشان دحين حقول لكم كيف تقدر تلاقي هذه البوسترات الفنية الرهيبة كيف تقدر تطبعها وتسوي لنفسك جدار رائع يدفعك انك تكمل في شغفك او حتى يكون شكله جمالي بحت وتستمتع ختاما اعزائي هذه البوسترات تقدروا تلاقوها بشكل بسيط في جوجل جوجل ايميجز مجرد ما تكتب اسم الفيلم او المسلسل وتكتب جنبه بوستر ارتي بوستر بوستر فني هتلاقي مختلف الخيارات على حسب شهرة المنتج لو كثبت ايريشمن هتلاقي بوسترات عشرات البوسترات الفنية اللي تشوف منها اللي يناسبك في موقع اخر اللي هو بنترست بنترست في نماذج كثير لبوسترات فنية فاحنا بحثنا في هذه المواقع وخرجنا بهذه البوسترات وطبعناها طريقة طباعتها تختلف طبعا احنا في المملكة العربية السعودية خصوصا في جدة عندنا في شارع اسمه شارع التحلية في كثير محلات دعاية وإعلان مجرد ما تروح لهم بيو اس بي تقولوا انا عندي هذه البوسترات اطبع لي هي مقاس بوستر واطبع لي هي ستيكر فتجيك جاهزة مجرد ما انت تنزع عنها الغلاف وتلصقها وعلى حسب طبعا لكن مكاتب الدعاية والإعلان وشركات الطباعة بشكل عام هي المكان اللي تتوجه له عشان تطبع بوستراتك بالنسبة للمصممين اللي تكلمتلك اللي تكلمتلكم عنهم عندنا ميسم حترك لكم حسابها تحت في الديسكريبشن ورامي اللي عمل لنا البوستر حق شيرلك حترك لكم حسابه تحت في الديسكريبشن وفي غيرهم مبدعين كثير يعبروا عن فنهم اللي حسوا فيهم من فنون غيرهم ويصنعوا بوسترات جميلة زوروا حساباتهم اعطوهم لايكات وشوفوا بوستراتهم وجيبوا لنفسكم بوسترات فنية استمتعوا فيها وحطوها في غرفكم ما تعرفوا الشعور لما تستيقظوا من النوم وتشوف شخصياتك المفضلة وتشوف الأعمال اللي انت تحبها تدفعك تزيدك شغف وتخليك دايما في المر لا تنسى السبسكرايب واللايك عشان كان حيلطشني سبسكرايب لايك وشير وفعل التنبيهات ودائما كون